صحيفة الجارديون البريطانية يا سادة قالت أنه من المقرر أنه هيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سيد فايز السراج الأسبوع المقبل بعد ما كان للرئيس السيسي دور حاسم الحقيقة وواضح في عمليات المصالحة من البداية إلى جانب كل من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة النهاردة الحمد لله توصلنا إلى اتفاق بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي سيد فايز السراج على حفظ السيادة الوطنية للبلاد ورفع الحظر عن تسليح الجيش مصر بالتأكيد هي وحدة أو بالأصح هي أكتر دولة معنية باستقرار ليبيا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها جزء من ده إن احنا فيه عندنا تاريخ مشترك ومصاهرة ونسب وقبائل مشتركة على الجانبين ما بين الجانب الشرقي الليبي والجانب الغربي المصري ده على مسألة القبائل وما إلى ذلك وفيه النسب والمصاهرة فيه شتى أرجاء البلدين الحقيقة ده بالإضافة إلى أنه مسألة الألف ومتين كيلو متر الحدود المشتركة مسألة أمن قومي عندنا استثمارات مشتركة وعندنا حاجات كتير تخلينا يمكن أكتر دولة حريصة بجانب دول كتير حريصة على ده يمكن يمكن إحنا الأكثر حرصا على استقرار بظن دايما أنه هذا الاتفاق اللي هو بوساطة وبرعاية مصرية إماراتية هو الاتفاق اللازم والواجب الحقيقة أن احنا كلنا نحترم قدر الإمكان تبقى لما ذكرته الجارديان أصلا كمان اتفق الجانبين بحسب البيان يعني سيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر على عدم التفريط في تضحيات الجيش الليبي وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهمها في محاربة الإرهاب ومواصلة الحرب على الجماعات والتنظيمات الإرهابية كمان جرى الاتفاق على ضرورة معالجة انتشار التشكيلات المسلحة وتنظيم حمل السلاح واحترام سيادة القانون والقضاء والتهدئة في الجنوب الليبي وجرى الاتفاق كمان على أنه المصالحة الوطنية وعودة المهجرين وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات تواصل مستمر للتنسيق والمتابعة الطرفين أكدوا على التعجيل بالاستفتاء على الدستور الليبي والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصى مارس 2018 يعني يبقى فيه فترة انتقالية قصيرة يتم فيها الصياغة والاستفتاء على الدستور الليبي ثم ننتقد إلى مسألة الانتخابات بإذن الله في الموعد اللي هو تم تحديده يعني بحد أقصى إن شاء الله مارس 2018 البيان كمان بيان الرئاسة المصرية أشار إلى أنه هذا الاتفاق يسري فور توقيعه ويعد ملزما لجميع الأطراف ويلغي كل ما يخالفه بإذن الله الجهود المصرية الإماراتية تحديدا هتكلل بنجاح في إطار رأب الصدوعة ما بين الأطراف الليبية المختلفة وليست المتصارعة وهو الأهم واختيار التعبير دايماً بيبقى فضيلة جيدة نتحلى بيها كلنا أنا وزملائي يا رب إن شاء الله خلونا ننتقل لخبر آخر بس دايما الله بجد في ليبيا دايماً هفضل أقول كده ليس من سمع كمن رأى حقيقي اللي شاف ليبيا واللي حصل فيها يفهم قيمة هذا الاتفاق ويستوعب أهميته